لا شيء يشغل أحمد أويحيا هذه الأيام سوى إخماد الانشقاقات والتصدعات وحركة التمرد التي تعصف به من على رأس التجمع الوطني الديمقراطي حركة تمردية غذتها دائرة الرفض لدى الجماهير الشعبية التي طالبت بإسقاطه وإسقاط النظام ما عجل بتنحيته من على رأس الحكومة أويحيا سرع للالتئام بقواعده النظالية وأول المستهدفين هو المكتب الوطني الذي ناقش معهم الوضع السياسي وتوجه التشكيلة الحزبية حيث تمكن من انتزاع التفاف قادة الحزب عبر مختلف ولايات الوطن لكن يبدو أن اللقاء الذي رتبه لم يتمكن من امتصاص الصدمة حيث تلقى ضربة موجعة بإعلان مئات المناظرين استقالتهم من الأرندي والتحاقهم بالحرك الشعبي أويحيا يسارع لاحتواء الوضع بعقد لقاء ثاني مع الأمناء الولائيين الذين وقعهم كذلك وثيقة تدعم مساندة لكل الخطوات والإجراءات التي يعلنها أمينهم العام اليوم أويحيا يجتمع كذلك بشباب الحزب من مختلف ولايات الوطن والهدف لن يحيد عن الاجتماعات السابقة يبدو أن أحمد أويحيا يسعى جاهدا لإبطال كل التحركات التي تستهدف إخراجه من الباب الضيق للحزب بعد سنوات طويلة من السيطرة والحكم غير أن كرة الثلج تتعظم بطريقة لن يتمكن من كبحها في قادم الأيام ترجمة نانسي قنقر